اشتركوا في القناة اليوم حنتكلم عن الاضافة والتغييرات اللي صارت في التحديث التحديث كان حجمه كبير 371 اما الاضافة ترى حجمه 100 كيلو بايت التحديث كان حجمه 371 ميجا بايت فالتحديث نفسه ترى يحتوي الاضافة بس الاضافة مقفلينها بقفل كيف تفك القفل هذا لازم تروح تشتريها ب16.99 عشان كذا حجمه 100 كيلو بايت يفك لك القفل ويمديك تخش الاضافة فالحين الحين يا شباب ان شاء الله تعالى حنخش ومعليش هذا السكايب حقي بس هنا في واحد ارسل لي الرابط خالد الله يرضى عليه ارسل لي اياه من زمان اللي هي التغييرات اللي صارت في الاضافة فالحين هذا الموقع هطل لكم في الديسكريبشن يمديكم تشوفونا لكن هي بالانجليزي فبحاول اني اتكلم عنها بسم الله بخش في الموضوع بسم الله صارت دامج ريدكشن من مية خلوه خمسة وتسعين الامنت الويبن اسلحة الكهرباء النار الكاوس كلها ضعفوها على سبيل المثال الكليمور والكيرفد غريت سورد على سبيل المثال المركيومو كلها صارت تضرب بشكل ابطع يعني ما صارت تضرب سريع يعني عندك مثلا لما تصد ضربات اول ما كان يسحب منك استامنا او خطة اخضر بشكل كثير الحين لا صارت تسحب اكثر يعني الدروع الكبيرة دروع الكبيرة لما تتطور الاستابلتي ما يزيد بشكل كثير يعني يزيد بس بشكل اقل الكويلاغ فيري سورد نقصه قوة الفاير دامج يقول لك بعض الاسلحة تقوى لما تقوي اسلحة والارمر حقها يقوى على سبيل المثال الابس جريت سورد هو السلاح الوحيد اللي جربوه هو السلاح الوحيد اللي اذا انت طورته او قويت السلاح التكملة حق الملابس تقوى يقول لك بعض الدروع تقوى او تسوي ديفلكشن او تصد ضربات بشكل غريب في البي في بي استامنا كونسوبشن انكريس يعني مثلا لما تضرب من وراء درع يعني مثلا تضرب بالسبير او تضرب بالريبر تسعم منك استامنا اكثر بالاكنايت جريت اكس ضعفو خاتم الشقلبه نقصوه خلوه 25% يعني لازم يكون وزنك تحت الربع عشان تقدر تتشقلب خاتم النحلة نقصوه صار 30% يسوي لك دامج اول كان 50% الاحين 30% سيمبلوف فريز هذا اللي هو الخوضة اللي على شكل صندوق ما صارت تسحب منك دم اكثر ملابس الاليت زودوا البويز حقها صارت 46 لو تلبسها كاملة ماسكوف فذر نقصوه صار يزود لك 5% فقط الماسكوف ماذر صار يزود لك 10% فقط الماسكوف شايلد مايعبي لك خطة خضر بشكل اسرع القرقويل هلم صاري الوحوش القرقويلز اللي هم حامل جرس يطيحو لك الخوضة بشكل اكثر يعني السبيلز الهومنج كريستل سول ماس والهومنج كسول ماس اللي هي النجوم ضربة السحر اللي تحطه فق راسك صارت تسوي دمج اقل الكيوس بايرو مانسر اللي هي مثلا عندك لا اله الا الله مثلا الكيوس فايربول كيوس تورم كيوس ويب أسلحة ضربات البايرو مانسر اللي هي كيوس 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 صارت تسوي دمج اكثر اذا عندك هومانتي في الجيم بلاي الكريتكال هيد دولست دامج يعني ضربات المدرول صار أسرع اللي هو المدرول إذا كان وزنك فوق الـ 25% وتحت الـ 50% صار أسرع صار يتدحرج بشكل أسرع عدلوا تعديلات بسيطة أنا لا حتى ذي في الـ بي سي عدلوا تعديلات بسيطة في الـ بويز يعني مثلاً عادةً أول حتى لو عندك بويز 76 إذا جاء واحد خبطتين كده أو ثالثة خبطت بالكليمور ترجع على ورا ومسك ويجلد يجلد يجلد فيك لما تموت يعني لو ما عندك تشبيه عالي رحت فيها الحين لا بما أنه مضاعف واسلحة الـ great sword وعطوك وقت زيادة أنك يمديك تشرط حتى لو ما عندك بويز يمديك تشرط حتى لو بويزك صفر يمديك تشرط يعني من ضربات الكليمور يعني ما يقدر يمسك شخصيتك صحية لما تسويها يرجع على ورا يرجع على ورا يرجع على ورا الحين لا يرجع على ورا أول مرة في الوقت اللي هذاك لسه بيضربك الضربة الثانية عندك فترة صغيرة أنك تضى الدائرة وتشرط فهذه حاجة حلوة البومفاير زودوها صحيحين في بومفاير في الـ unded bearish فوق اندري في الدبث عند المجاري اللي في وسط الغرفة هذيكة في عالم اللوحة وفي الـ tomb of the giant والدوكر كايف وكريستل كيف يعني ستة بومفاير زودوهم الكريستل كولم الزرق هذولاك صاروا يسولك كيرس ريا اف ثورلند ريا هذي دايح نوريكم شكلها هذي شكل ريا يلا ريا أطلعي المعنى العموم ريا صار اول كان بالـ dark hand يمديك تشفط منا 12 humanity الـ 12 الحين صار صفر ما تعتك شيء الـ glitchات اهم نقطة الـ bottomless box glitch الصندوق شالو glitch راس التنين شالو glitch اللي انك تحط صحر على السلاح ما يمديك تحط صحر شالو الـ brism stone item اللي هو مثلا تدبل الـ itemات في الصندوق من عند الـ bottomless box شالوها الـ backstab بالـ bow شالوها termi itemات ما يمديك ترميها شالوها فأنا رولاندو لما النهار يقلب ليل في الوحوش الـ 2000 في غرفة كبيرة المقابلة البوس زمان اذا ما ودتهم ممكن يطلعون ويطلعون ويطلعون الحين لا يطلعون مرة واحدة وخلاص فدحين مثلا البراكين البراكين اذا مشيت عليها ما تسحب منك damage كثير تسحب منك damage بس damage اكل الصولز صار دحين الوحوش يعطوك صولز اكثر هذا شيء حلو او تعديلات بعض اسامل الشغلات انا لاحظت شي اليوم انه لما قلبت human اول كان يكتب لك كان يكتب لك you revived بس اظن اي 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 اول كان يكتب لك you revived شيء زي كده عند حين انا اجرب تقيق خلني ان اقلب human هذي التحديد الجديد اول لما تقلب يكتب لك you revived الحين لا يقول لك you revived to human زودوا يعني في تعديلات كتابية اكثر فشيء حلو اعدلوا اللعبة الافضل انا اشوف والله التحديث هذا كان مفروض من زمان من قبل ما تنزلوا اللعبة على البي سي من زمان لانه اشياء قديمة وقدرين عنها بس قاعدين يسحبون علينا هذا الباقي هذي الشغلات اللي موجودة في الاضافة في شخصيات جديدة زعمة جديدين اسلح جديدة ملابس جديدة ايتمات جديدة وسبلز جديدة هذي كلها انا حوضلكم في النوتيشن اللي هو تختيمي حق دارك سولز على الاضافة القديم على البي سي يمديكم تشوفونها وبرضو تشوفون ردة فعلي الاولى اول مرة لما لعبت الاضافة وبينها تعرفون في الماكنة وان شاء الله تعالى برضو في التختيم حق الجديد اللي بدأت فيه حيكون حل كامل وشامل ووافي وأحلى فألة وان شاء الله هشرح كل صغير وكبير ان شاء الله تعالى وعارف انها سريع ما عليش اعذروني لانه والله كلام كثير فما بطول عليكم بالفيديو هتطلقوا ماذا الرابط يمديكم تشوفونها بديكم ترجمونها واغلب الايشاء قدكم تعرفونها يعني من الاسامي خلاص تعودنا على ذي اللعبة فتحديث 1.06 حول دارك سولز للعبة جديدة وحيغير الشياء كثيرة يعني المنوب ما حصيروا منوب الحين يعني حيجبرونهم انهم يلعبون زين لما تباري احد بي في بي حتلق يعني تباريه بشرف يعني ما يجي يديك باكستاب ما حتموت تطل فيه تضحك ترفس برجلك روان جوستيك علي صار ضف وجهك فاللعب صار فلا ان شاء الله تعالى حتشوفوا من عندي تختيم تختيم دارك سولز ما يفلا وان شاء الله تعالى حتشوفوا اللي هو بي في بي قلولي ايش رأيكم تبغوني اختم ايش الاولويات اللي انتوا تشوفوها اللي بالنسبة للقناة كيف تبغون الاولوية açık تبغون تختيم هي الاولوية الاولى تختيم اللي الحالي ولا التختيم annoy io مع الشباب يبغونها what the top Bvp اذا اشوفت والله يعني انا بحطيكم في link to the comment então تبغى بي في بي تختيم الحالي تختيم مع الشباب zара اذاشوفوا عليها لايكات الي اشوف اكثر لايك هى اللي بركز عليها اكثر شيءعني انا احب ان اقدم الشيئ لانتو تبغونari هذا الفيديو أتمنى أن أعجبكم كان بس شرح للتحديث الجديد كان معكم أخوكم بسام وفمان الله